بالحقيقة اليوم صارت تركيز بالصحف اليوم ركزت على اليمن خصوصا أنه كان واضح من خلال الصحف ورغم المشهد بالمحكمة الدولية ومشاهد عديدة أن التركيز كان على اليمن نبدأ بما كتبه جورج علم في الجمهورية تحديدا السيف في مواجهة الخنجر والدم العربي يطرز آخر قطبة في سجادة التفاهم يقول جورج علم لم تدخل إيران المعركة مباشرة بل كلفت الحوثي بإدارتها في حين أن الخليجي طر إلى إشهار سيفه في مواجهة الخنجر اليمني لكن متى يعيده إلى غنده وكيف وبأي ثمن الجواب قطعا لي يكون في شرم الشيخ بل عند الذي ينتجه التفاوض بين إيران والخمسة زائد واحد بعض ديبلوماسيين يرى أن كل شيء مدروس وأن السعودي ما كان ليشهر سيفه في وجه الخنجر الحوثي إلا بعد التنسيق مع واشنطن إلا أن البعض الآخر يرى أن الأمريكية لا يمكن أن يعطي الخليجي إلا بما يرضي الإيراني ربما تكون حفلة إبرام الاتفاق تحتاج إلى هذا الكمل انشغالات في توليد الأزمات كل الاتصالات الدولية مشوشة وما فهم منها مريع على القمة أن تقرأ جيدا في كتاب التسوية لا في كتاب الفتنة خرج الخنجر اليمني في ظروف أو في ظرف دقيق ووضع ملتبس في اتجاهات عدة لا ليعود من حيث انطلق بل لينجز رزم من المهام التي تم التفاهم بشأنها ما بين الأمريكيين والإيرانيين ودونات في كتاب الاتفاق حول النووي يضيف جورج علم خرج السيف الخليجي من غنده لا ليعود كما انطلق بل يمسك باليمن من بابها حتى محرابها فهل ستسمح له التوازنات الجديدة لم يعد الجواب ملك الكولسات بل في أرض المعركة يضيف يحاول الكل أن يقرأ ولكن قلة هي التي تعرف أن تختار الكتاب أبعد من داعش هناك سيوف مسلولة وخناجر تلمع فوق الرؤوس وموجات جديدة من العنف في العراق في سوريا على الحدود اللبنانية السورية وفي الخليج لقد خطف الحوثي الأضواء لكن من سمح له بذلك ومن شجعه على العبث بالأولويات في منطقة هي حكما منطقة النفوذ الأمريكي من تشتشه ودلعه ليرسم بخنجره حدود المستقبل في اليمن والخليج كبديل عن القلم قد يكون الأخير ضرورة في لحظة ما لإبرام الاتفاق ما بين الإيراني والمجموعة خمس زائد واحد ولكن يبدو أن السيف أصدق إنباء من الكتب هذه الأيام ماذا يخط الحوثي بخنجره وماذا ذهب السيف الخليجي ليفعل هل للدفاع من موقع الهجوم أم لتبديل الأولويات الأمريكية الإيرانية ووضع الهلال السني في مواجهة الهلال الشيعي السيف في مواجهة الخنجر فيما الأمريكي يحوك مع الإيراني آخر القطب في سجادة التسويات ومواقع النفوذ والمصالح لا يعود الخنجر الحوثي إلى وسطه قبل أن يبلغ الوجهات المحددة ويحقق الأغراض المرسومة ولا يعود السيف الخليجي إلى غمده قبل أن يحقق الشعارات التي يرفعها باختصار إنه التفاهم الأمريكي الإيراني الذي يصاغ بدماء عربية أيضا في الموضوع اليمني نلفت إلى أن الأخبار وتحت عنوان مقامرة آل سعود كتبت من الصفحة 2 إلى الصفحة 9 تفاصيل عن هذه العملية التي بدأت بالأمس ومن هذه المقالات ما كتبته هيام القصة في استراتيجية سعودية جديدة من اليمن إلى القلمون تقول الحزب والمستقبل بسقوره تحديدا يريدان إبقاء التطور الإقليمي خارج الحدود اللبنانية واستمرار الحوار بينهما كي لا ينعكس التطور الإقليمي الكبير على الشارع السني الشعي وكي لا تطيح مجريات اليمن الاستقرار والحكومة في المحصلة الثانية أن رئيس الحكومة في موقف حرج من قضية تعني هذه المرة السعودية نفسها التي تتفهم موقف لبنان والحساسيات الداخلية لكنها أيضا تريد منه ألا يخرج عن الإجماع العربي بحسب مطلعين على موقفها تضيف ياملق الصيفي الأمر الذي سيضع لبنان الرسمي والحكومي أمام تحدي هو الأول من نوعه في حكومة الرئيس تمام سلام وبحسب مصادر وزارية فأن السلام لا يذهب بعيدا في موقفه في القمة العربية كما أن حزب الله قد يغض النظر عن موقفه إذا لم يجنح كثيرا لأن الحزب متمسك بإبقاء الحكومة واستمرار الحوار ولا يريد استباق التطور الإقليمي بهز الوضع اللبناني إلا إذا كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سيرسم اليوم خريطة طريق لبنان الرسمي في تعاطيه مع التطور اليمني لكن أبعد من الترجمة العملية لموقف لبنان الرسمي في القمة العربية شكل القرار السعودي بالنسبة إلى المطلعين اللبنانيين بداية مرحلة جديدة تترجم ما سبق القلام عنه منذ أسابيع عن تجميع السعودية وإيران أورقهما في منطقة الشرق الأوسط في إطار سعيهما إلى تحقيق توازن استراتيجي وإذا كان من المبكر لأوانه الاستعجال في استخلاص عبر العملية السعودية وتوسيع رقعة المواجهة الإيرانية السعودية واحتمال جر المنطقة إلى حرب واسعة فإن لبنان يترقب بحذر تدعيات الموقف العربي والمواجهة بين محورين لأن ما قبل العملية السعودية غير ما بعدها إذ أن قرارا بهذا الحجم اتخذته الإدارة السعودية مع رصد كامل لارتداداته في المنطقة كلها بحسب زوار الرياض أخيرا وقد باتت معركة القلمون اليوم أقرب من أي وقت مضى هذا بحسب هيام ألق الصيفي وأحداث اليمن ستسمح للمعارضين السوريين من دون تنظيم داعش بأن يطمئنوا إلى دعم عربي وخليجي يساهموا في تعزيز وضعيتهم في المعركة ضد حزب الله وبحسب مصادر وزارية فإن المعركة ستكون على الأرض السورية ولن تقترب من الأراضي اللبنانية إلا إذا أراد حزب الله جرى لبنان إليها وهذا لا يبدو ظاهرا حتى الآن الاطمئنان إلى تحييد الحدود اللبنانية عن الحرب المقبلة في القلمون يقابله اطمئنان إلى أن الوضع الأمني لا يزال ممسوكا إلا إذا قرر الحزب جرى معركة القلمون إلى لبنان وحينها ثم تخشية من أن ترتد ضده من خلال تفجيرات انتحارية كالتي سبق أن شهدتها مناطق انتشار الحزب في الإطار نفسه وإلى الراي الكويتية التي ذكرت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لها أن الأيام المقبلة قد تتسم بأهمية استثنائية لجهة ترقب إنعكاسات الرد السعودي الخليجي على التمدد الإيراني في اليمن نظرا إلى إدراك الأفريقاء اللبنانيين أن لعبة الدومينو العسكرية التي تشهدها المنطقة مرشحة للتصاعد تضيف الراي من هنا تشير الأوساط نفسها إلى أن لبنان سيكون في الأيام المقبلة أمام لحظة ترقب وحبس أنفاس إذا أترددات هذا الحدث وأن الأنظار ستتركز بالدرجة الأولى على جبهة الحدود الشرقية مع سوريا في ظل التركيز الأعلامي الذي دائبت عليه دوائر حزب الله المباشر وغير المباشرة عن استعدادات جارية لمعركة كبيرة سيشنها الحزب على مواقع التنظيمات المتطرفة في جرود القلمون المحاذية لعرسال والبقاع الشمالي بهدف حسم المعركة معها وطرد المسلحين من الجهة المحاذية للحدود اللبنانية ولكن الأوساط نفسها لفتت هنا إلى وجوب انتظار بعض الوقت لاستكشاف حقيقة رد الفعل الإيراني على الهجوم السعودي المضاد في اليمن وتبعا لذلك ما إذا كان هجوما محتملا لحزب الله في القلمون سيشكل بطريقة ما أحد وسائل الردود الإيرانية المقبلة أم أن الأمر سيخضع لتعديل في الخطط المعدة قبل الهجوم السعودي الجوي على اليمن ونختم بخبر لافت أو هو تحقيق تقرير كان لافتا إصداره اليوم للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية طبعا بسبب الأحداث في اليمن حيث وصف هذا التقرير القوات المسلحة السعودية بأنها الأفضل على مستوى الخليج العربي موضحا أنها تعدل أكثر تجهيزا في المنطقة كما تسهم قوة علاقاتها مع الدول الغربية في ضمان أمنها هذا التقرير كشف أن حجم عتاد القوات السعودية المسلحة يبلغ 227 ألف جندي بينهم 75 ألف في القوات البرية و13 ألف وخمسمائة في القوات البحرية و20 ألف في سلاح الجو و2500 عنصر في قوة الصوريخ الاستراتيجية و100 ألف رجل في الحرس الثوري أو عفوا في الحرس الوطني ليس ضبط أبدا وأشر تقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن القوات السعودية تتمتع بعلاقات جيدة مع الجيوش الأجنبية لسيما الجيش الأمريكي والبريطاني والفرنسي وتسمح هذه العلاقات بإجراء مناورات مشتركة وبالاطلاع على أحدث الأسلحة التي يستخدمها الشركة طبعا سمر هيد جزء صغير من هذا التقرير هناك تفاصيل كثيرة ولكن طبعا هذه التفاصيل لا تأتي على ذكر العدد الأشخاص يعني التدريبات أو الكفاءة القدرة على استعمال كل هالمخضر من السلاح على أي حال شكرا كثير لأيلك على هالجولة كلارا جحي